إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم الإسلام ثوابت ومنارات مع الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لنا ديناً قويماً وهدانا صراطاً مستقيماً وجعلنا على شريعة من الأمر عظيمة وزينها بآداب وأخلاق ومقاصد كريمة فالحمد لله له الخلق والأمر وله الحكم وإليه ترجعون والحمد لله ما جعل علينا في الدين من حرج ونفى عنا الآصار وحررنا من الأغلال وجاءنا بالفرج وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث بالحنيفية السمحة وبشريعة الرحمة وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين أما بعد فإن الشريعة كلمة جامعة لدين الله تعالى الذي رضيه لعباده فأتم به النعمة كما قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وعلى التحقيق فإن الشريعة نفسها هي الإسلام عينه قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وهي كل ما أنزله الله عز وجل من الوحي وشرعه من الدين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حقيقتها أنها وحي معصوم تحمل بين جنباتها حقا مطلقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكل ما خالفها أو عارضها فهوا لا اعتداد به ولا اتباع له وقد قال الله تعالى عن كتابها وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة الشريعة محكمة بشهادة كتابها الذي أحكمت آياته ثم فصلت وهي محفوظة من الزيادة والنقصان بحفظ الرحمن واضحة المعاني مفصلة البيان وكما هي قواعد كلية فهي أحكام تفصيلية تكفلت بالهداية وحققت مصالح العباد في المعاش والمعاد ولهذا فلا اختيار مع حكمها ولا تردد في العمل بها وفي لزوم قضائها قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الشريعة بكتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم عالمية فهي للخلق كافة وللعالمين عامة قال الله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا ولهذا فهي ظاهرة باقية خالدة مهيمنة بحكم الله تعالى الغالب القاهر قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كاره المشركون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم حتى تقوم الساعة والحديث متفق عليه ومع هذا فالشريعة رحمة ويسر من كل جانب لا حرج فيها ولا عنة ولا عسر يقول سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والبشرية في أمس الحاجة إليها لأنها عدل الله بين عباده رفعت الظلم ورعت حرمة الإنسان وازنت بين حق الفرد والمجتمع أحسنت إلى الفقراء والمساكين وحافظت الحق ورفقت بالخلق وشدت أواصر التآخي وألفت بين القلوب قال ربنا جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فهي صلاح وإصلاح وهي حرب على الفساد والاستبداد بكل صوره وأشكاله قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال سبحانه إن الله لا يصلح عمل المفسدين الشريعة جمع وتحصيل للمصالح ودفع وتقليل للمفاسد قال سبحانه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصفته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فلا ضرر ولا ضرار وليس من شيء يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار إلا وقد دلتنا الشريعة عليه وقد أمرتنا به وليس شيء يقرب من النار ويبعد عن الجنة إلا وقد نهتنا عنه وحذرتنا منه والشريعة دعوة للحوار والتعارف والإصلاح والسلام بين الأمم قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون والله عز وجل قال وإن جنحوا للسلم فجنح لها إذن الشريعة على هذا النحو دعوة للألفة والتعارف والحوار والإصلاح وهي جنوح للسلم والشريعة شورى لا استبداد فيها بحال قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم وقال سبحانه وشاورهم في الأمر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المستشار مؤتما والحسن البصري قال في قول الله تعالى وشاورهم في الأمر إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغنيا عن المشاورة لكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده والله تعالى أعلى وأعلم وأخيرا فإن الشريعة بعقائدها وبأحكامها وآدابها سبب للسعادة في الدنيا والآخرة وقد قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال سبحانه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ثم إن الفضل ما شهد به المخالفون المنصفون هذا جستاف لومون يقول فرسول كهذا جدير باتباع رسالته والمبادرة إلى اعتناق دعوته إذ إنها دعوة شريفة قوامها معرفة الخالق والحض على الخير والردع عن المنكر بل كل ما جاء فيها يرمي إلى الصلاح والإصلاح والصلاح أنشودة المؤمن ثم قال وهذا الذي أدعو إليه جميع النصارى وقال أيضا إن العرب هم الذين علموا العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين هذه شهادة بعض المنصفين في شريعة رب العالمين فاللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك وحكم فينا الصالحين من عبادك واجعل شريعتك منتهى رضانا وانصرنا وانصرنا بها إنك مولانا فنعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الإسلام ثوابت ومنارات مع الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر